السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن انتقال كوكب الزهرة من برج الجدي إلى برج الدلو طبعاً هاي حلقة شوية رح تكون مخيبة للآمال خلينا نشوف بالنسبة لكوكب الزهرة معروف عنه هو كوكب الجمال كوكب الحب الرومانسية الأشياء الجميلة وأيضاً بيعطي حضود الآن بالنسبة لكوكب الزهرة بده ينتقل بعد عصر يوم الجمعة 16-2 الساعة 4 و4 دقائق بتوقيت جرينتش رح ينتقل من برج الجدي ورح يستقل في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو ولكن هاي المرة رح يكون سريع بالحركة لأنه عادة هو بقارب ما بين الثلاثين والأربعين يوم في كل برج ولكن المرة هاي رح يظل لغاية يوم 11-3 الساعة 9 و49 دقيقة مساء لأنه بحركة سريعة هو فعشان هيك بتكون تنقلاته أو آثاره سريعة جداً خلال فترة الأسابيع المذكورة والأيام المذكورة رح نشوف أنه موليد برج الدلو اكتسبوا ميزة ميزة مزايا جديدة وهاي المزايا أنه بيصير في تحسن ملحوظ على المظهر الخارجي بيشعروا بقوة العاطفة بينجذب لهم أفراد من الجنس الآخر برضو بيعطيهم نوع من أنواع الحضوض رغم أنه في زوايا كثيرة رح نتكلم عنها رح تعطي بعض السلبية للزهرة إلا أنه رح يستفيدوا من مزايا الزهرة بهم تحديداً موليد برج الدلو صحيح أنه الأبراج الأخرى زي الأبراج الهوائية والنارية الجوزاء والميزان الحمل الأسد القوس هدولا رح يستفيدوا من التأثيرات ولكن ما رح تكون التأثيرات يعني بتحقق معجزات ولكن إنه إلها آثار إيجابية وخصوصاً لما بيشكل زوايا مع القمر لأنه رح نعتمد على القمر أكثر شيء بالزوايا الإيجابية للزهرة وكل شخص لما انولد كانت الزهرة موجودة عنده في برج الدلو هدولا برضو الأشخاص رح يستفيدوا من هذا الموضوع بالنسبة للأشخاص اللي بينولدوا والزهرة بتكون موجودة عندهم في برج الدلو هدولا أشخاص كثير عندهم صداقات نشطين بالعلاقات الاجتماعية والتعارف والمعارف وهيك عندهم يعني روحهم حلوة يعني بينجذبوا لهم الأشخاص بالعلاقات والمعارف ودائماً ما بيحبوا يكونوا منعزلين عن الناس لازم يكون في علاقات لازم اتصالات ومعارف وعلاقات عامة وأشياء من هذا القبيل فعشان هيك بيكون عندهم صداقات كثيرة وبرضو هدول الأشخاص ما بيحبوا يرتبطوا بعلاقة عاطفية قوية لأنه هاي العلاقة العاطفية القوية ممكن إنها تحرمهم من حريتهم ومن استقلاليتهم اللي بيتميزوا بهدول الصفتين عشان نحدد وجوده في البرج دائماً أي كوكب عشان نحدد طاقته وقوته إيجابية سلبية لازم ننظر للزوايا بالبداية يعني والله بشرفه بهبوطه بوباله هذا كل ياتوا بالنسبة للي ما بعطي التقييم التقييم دائماً منعتمد عليه إحنا بالزوايا لأنه الزوايا هي اللي رح تأخذ أكبر طاقة أو تعطي أكبر طاقة للكوكب بالنسبة للزوايا طبعاً أول زاوية هي زاوية رح تكون يوم السبت 17-2 وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين الزهرة وبين بلوتو وهاي بداية صعبة جداً بالنسبة لكوكب الزهرة لأنها بتدفعنا للعنف تجعل مزاجنا عدواني عصبيين ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة العاطفية أو حتى الصداقات أو اللي فيها نوع من أنواع الود بشكل سريع جداً وبالعكس ممكن تكون حتى بمشاكل وبرضو بتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بسبب العصبية أو الغيرة بتدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة على الساحة الفنية فبعض المطربين والموسيقيين اللي كانوا في القمة يابين دحروا يابين حدروا للحضيد بسبب رتائب تعطائهم وعدم قدرتهم على التغيير في أسليبهم وتجديد عطاءاتهم أو بسبب تعرضهم لمؤامرات للتدنيس لسمعتهم أو تشويها لا يستحسن طرح انتجات فنية جديدة للأسواق ولا إقامة حفلات في هذه الفترة لأن النتائج غالباً ما يعني بتكون مخالفة لكل التوقعات وبرضو ممكن يصير بعض المشاكل والعقبات في الإنتاج والتوزيع كذلك يستحسن تجنب إقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان فيها وربما احتمال وقوح حرائق أو حوادث غير متوقعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الخميسة 22-2 هي زاوية اقتران سلبية أيضاً بين الزهرة وبين المريخ بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية ابتدفعنا للطيش للإفراط وهذا التحول غير مناسب لعلاقات الحب وتوقيع العقود أيضاً بدل عزدياد أعمال العنف والعدوان خصوصاً ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانة الزوجية وبيعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهاي فترة أيضاً غير مناسبة لاستثمارات مالية وطرح منتجات جديدة إلى الأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الأحد 25-2 وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري متعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم ولكن للأسف الشديد غالباً هدول الأشخاص بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبات غريبة بسبب الإضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا بتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسبب لإضطرابات صحية بالدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد أو في بلد ما بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير كما أنه ممكن الميزان التجاري في بعض الدول يعني يكون في نوع من أنواع العجز أو التضخم الاقتصادي أو بالتجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني برضو بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية لمنتجات أو لأعمال أو لأخبار أو لسياسة أو لانتخابات وما رح يكون لها استحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية يوم الأحد ثلاث ثلاث زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس هاي الزاوية هي الأخطر ما بعد زاوية تبلوء هنو كل هن خطرات يعني ولكن برضو تعتبر من الأخطر لأنه هاي بتجيب أشياء مفاجئة جدا فيتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتحي بشكل سريع وغير متوقع أو خلق علاقات عاطفية ممكن إنه تكون لها عواقب وخيمة يعني بتكون غير مدروسة أو مع الشخص الغلط بالدل على فترة غير مناسبة لطرح الانتجات الفنية للأسواق لأنها راح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما تتعرض بعض هاي المنتجات الفنية للحضر أو منع النشر كما يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهارات في هاي الفترة لاحتمال فشلها وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع حوادث برضو بالدل هاي زاوية على فساد أخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعناه السلبي كمان من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأنه مواضيع تتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن يكون فيها أو هي مش ممكن هي يعني بنسبة عالية بترجيح أنه يكون فيه تراجع مفاجئ في المدخيل زي ما شفنا إنه الزوايا كلها بتحذر بالأمور العاطفية بتحذر بالأمور التجارية بالأمور التداول البنكي والمالي وأيضا بالأمور الفنية يعني بمعنى آخر يعني بتكونوا حذرين بالفترة القادمة وخصوصا اللي حياتهم أو مجالاتهم تعتمد على هاي الأمور طيب عشان إحنا نشوف الآن بما أنه عرفنا أنه التأثيرات للزهرة رح تكون سلبية فأنا رح أعطي الإيجابية ورح أنبه لبعض الأمور السلبية الموجودة اللي بتأثر على الأبراج كل برج فبدك تسمع برجك وتسمع طالعك برجك هو العالم الخارجي والناس والمحيطين فيك كيف بتعاملوا معك والصفات العامة أنت اللي بتكتسبها أما الطالع فهو أنت شو بتبادر وشو بتعمل وطريقة تفكيرك وطريقة ردات فعلك يعني بدك تأخذ لاثنين وتشوف مين الغالب عليك أكثر هو اللي بتعتمده في عملية التحليل برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا تعزيز النشاطات الاجتماعية للفترة هاي رح تعتمد على العلاقات الاجتماعية الصداقات اللقاءات المناسبات المعارف الوسطات أشياء من هذا القبيل ومشاريعك ممكن تتحقق بمساعدة أصدقاء أو أشخاص ذوي نفوذ ولكن عشان نأخذ التحذيرات عليك الحذر من الأشخاص اللي بيدعوا صداقتك وبيحاولوا خداعك وأيضا احذر من الخلافات مع بعض الأصدقاء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هاي بتعطيك الفترة القادمة فرصة لتقديم أو للتقدم في العمل أو تقديم على عمل طلبات ولا الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وهاي الفترة بتعطيك نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للأمور اللي تتعلق بالارتباط وخصوصا من طبقة راقي أو طبقة شوي ممكن تكسبك نوع من أنواع الشهرة ولكن السلبية أنه بتكون أنت شوي عندك بعض الأنانية في علاقاتك وهذا الشيء ممكن يعرضك لخيبات أمل يعني وهي الشغلة بالضرب بنفوذك وصلتك وممكن تتعرض لانتقادات في محيطك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا نجاح في السفر والاتصالات والدراسة الأكاديمية والمواضيع القضائية وبيكون شوي سلوكك أفضل وحتى على المستوى العاطفي بيعطيك طاقة عالية وخصوصا لا علاقة مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات أو السفريات أو طلبات الهجرة أو الأشياء اللي إلها علاقة بالارتباط مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد ولكن بدك تنتبه للزوائع عشان ما تقع ضحية الخطأ وخصوصا إنه تعرف مع مين ترتبط وخصوصا الأشخاص اللي بيبحثوا عن إقامة أو عن جنسية بدهم يعملوا ورق فهدولا يعرفوا مع مين يرتبطوا عشان ما تكون هاي ثغرة وصير فيها قضايا أو مشاكل مستقبلية فبرضو من السلبيات إنه ممكن تدخل لمغامرة عاطفية تلحقك منها أدرار خصوصا مع شخص غريب أو تعرف صعوبات تحول دون تحقيق مشاريعك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز رح يكون على المال المشترك المال اللي معك شريك فيه مثل تركة أو تعويض أو شراكة أو مال الزوج مثلا أو ديون البنكية أو القروض بتستفيد من مكاسب عن طريق الزواج أو شراكة أو هبات ولكن من السلبيات إنك بتبالغ في الملذات الحسية وهذا الشيء ممكن يعرضك لو شاية أو غيرة خصومك الأشخاص اللي بدهم قرض مثلا ينتبهوا يعرف ميزانيته بشكل جيد وهل هو رح يلتزم بالسداد والدفعات ولا إنه الدين رح يكون أكثر من طاقته وبعدين يتراكم عليه ويصل للقضاء برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الزهرة رح يكون مقابلك تماما فهو يعطي تعزيز للشراكة سواء المالية أو العاطفية وهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقات مع الشركاء برضو هاي تعطيك فرص لموليد برج الأسد لا الارتباط أو لا عقد القران أو للزواج أو شراكة بتكون فيها نوع من أنواع يعني منتجة بمعنى آخر ولكن يعني لازم أعطي التنبيه لأنه هي جيدة لتصفية الخلافات ما بين الأزواج أو الشركاء بشكل ودي ولكن بسبب الزوايا ممكن يصير فيه عنادس زيادة عن اللزوم فتفسد العلاقة الزوجية أو أنه يصير فيه قطع للعلاقة الزوجية إذا ما سيطرت على انفعالاتك لأنه بالفترة هاي أنت بتحب المديح والإطراء وممكن ما تكون مخلص بعواطفك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء فهي فرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو تعزيز العلاقة مع الزملاء وأيضا ممكن أنه توصلك للأشخاص اللي بيكون عندهم مرض معين وكان صعب اكتشافه أو بدهم علاج لمرض بيعانوا منه من فترة طويلة وما كان يزبط معهم العلاج الفترة هاي ممكن يحصلوا على هذا العلاج وبرضو بيكون فيه نوع من أنواع الانسجام مع رفاقك في الوسط المهني ووصحتك شوي أو منعتك بتكون أكبر شوي رغم تظاهرك بالمحبة فإن لكن مودتك تنقصها الحرارة لأنه اهتمامك رح يكون على العمل على علاقاتك مع زملائك فرح تهمل الجانب العاطفي وهذا الشيء ممكن يعمل نوع من أنواع الخلافات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الزهرة في البيت الخامس فهي بتعطي حظ في العاطفة في المال وفرصة للنساء للدخول في الحمل وهي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية أيضا عواطفك جاذبيتك مفرطة ما ممكن تفعل أي شيء لأجل المتعة عشان هيك بدك تسيطر على انفعالاتك حاول إنك ما تضعف أمام المغريات وخصوصا التنازلات يعني بدون توضيح أكثر أعتقد أنها وصلت بما أنه عواطف وحب والنساء وحمل فكديروا بالكو من المغامرة أو المجازفات بلاش كلمة مغامرات اثنين طريقة تعاملكم مع أحباكم حاولوا أنه تبعدوا عن الغير الشوي وما تفرضوا سلطتكم لأنه برضو هاي من النقاط اللي ممكن تسبب خلاف أو شقاق ما بينك وبين أحباكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الزهرها رح تتواجد عندك في البيت الرابع هنا استفادة في المسائل اللي تتعلق بالسكن بالعقارات بالعلاقات العائلية والحياة المنزلية بتكون ممتعة هاي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة خصوصا للأشخاص اللي بيمتلكوا عقار أو بدهم يبيعوا عقار أو بدهم يستأجروا عقار أو شراء عقار هاي الفترة ممتازة بالنسبة لهم ولكن بدكوا تتأكدوا من العقود بشكل جيد وما تقعوا ضحية النصابين أو المحتالين شوي بتكون متقلب الأطوار غير مستقر ممكن إنك لا تحسن اختيار الشريك بسبب تسرعك فعشان يحاول أنك تعمل بريك تراجع الأمور بشكل جيد تعرف جركاك تدرسهم لازم يكتسبوا الثقة إذا ما اكتسبوا الثقة لا تعطيهم أي شيء بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالعقارات وهي فترة بيهتموا موليد برج العقرب قبل الدكورات المنزلية والمشتريات والأمور التحسينات فهذا الأمر ممكن شوي يطلب بذخ فبلاها برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بتعطيك نجاح في الدراسة والسفر والاتصالات وما يتعلق بالسيارات وأمور إلها علاقة أيضا بالإلكترونيات بتكون مرح جدا لين جدا سهل ممتنع برضو في نفس الوقت تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع هاي فترة مناسبة للسفر للرحلات لتغيير الجو للتواصل مع الأقارب والإخوة ولكن بصير في نوع من التقلب والتبدل العاطفي اللي بيجعلك تتلاعب بقلوب الأشخاص اللي بيحبوك فعشان هيك هنا الخسارة بتصير على مستوى العاطفي حاول إنك تكون واضح وحاول إنك تكون يعني بصاط أحمدي مش إنه تتلاعب وتحاول إنك تذاكع على الحبيب لأنه رح يكشفك في هاي الفترة بسبب الزوايا اللي رح تتشكل وهذا شيء يعني رح يشكل صدمة برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا هنا مكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي وهاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة الأجواء جيدة ومساعدة بشكل قوي على المستوى المالي بتفتح لك عمل إضافي المستردات أو ممكن إنك يعني اتحل مسائل مالية كانت ملزمة بالنسبة لك بالفترة الماضية ولكن كان في صعوبة للوصول لقرار لحل هاي المسائل برضو بدك تنتبه رغباتك الشريهة ممكن تدفعك إلى طرق مشبوهة اللي هي لها علاقة منك يعني خصوصا الأشخاص اللي عندهم قابلية بالنصب والإحتيال فهاي الفترة بيكثروا بشكل كبير خصوصا إذا كانوا بايعين الضمير على جنب فبدك تحذر إذا بتتعامل مع شخص من موليد برج الجدي عنده هاي الصفات وإذا أنت من موليد برج الجدي وعندك هاي الصفات حاول إنك تمسك حالك لأنه في زوايا يعني بتودي للسجن لحالها لأنه تكشف أشياء كثير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا في تحسن رح يطرع على مظهرهم الخارجي ورح يشعروا بقوة العاطفة وإنجذاب أفراد من الجننس الآخر لإلهم بتزيد من لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية هاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية ولكن احذر إنها تكون من طرف واحد لازم تكون من طرفين ما تعطى الثقة بدون ما تتأكد من الشخص المقابل لإلك وحاول إنك تضبط نفسك لأنه بالفترة هاي أنت بتكون طائش ورغباتك شريها وهذا الشيء ممكن يأدي إنك تفسق علاقة بسبب تقلب عواطفك فبدك تكون حذر من هاي النقطة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت يعني هو بيت المتاعب والمريخ في بيت المتاعب وبلوتو في بيت المتاعب وعندك زحل يعني الله يعينك والشمس أيضا في بيت المتاعب لسه ما وصلت عندك فهي يعني زهرة ممكن تخفف شوي إنها تعطي فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة أو تبدأ بعمل معاهم أو عقد مع شركة دولية مثلا بتميل لمساعدة الآخرين والتضحية أيضا الحس الإنساني بيكون عندك عالي أيضا بعض الأشخاص من موليد برج الحوت ممكن ينهوا علاقة كانت مع أرقيتهم أو مسببت لهم أزمة بالفترة الماضية ولكن بيتخذوا قرار بالنهاية أو الفصل لأنه لازم يبدأوا من عيد ميلادهم مرحلة جديدة فبيكون يشيلوا ومن سلبيات الزوايا اللي رح تتشكل مع الزهرة إنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل بسبب الغيرة أو فضيحة أو بسبب فسخ علاقة عاطفية يعني عندك ثلاث أشياء بدك تنتبه لها اللي هي الغيرة والفضائح إنك تعمل أشياء غير مدروسة وأيضا فسخ علاقات إن كان صداقة أو زواج هيك منكون يعني بتمنى الأشياء السلبية إنه ما تصير ولكن المعروف اللي بتابعوني من زمن أنا بقول للإجابة والسلبي إذا كان سلبي بحكي السلبي إذا كان في بصيص أمل بحكي وإذا كان كله خير بحكي يعني ولكن هذا علم ما في مجال أني أنا أجامل فيه وهيك منكون انتهينا من أخبارنا الفلكي إلى هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء